إحصائية حديثة تخص مواليد الوزن المنخفض شكلت نتائجها جرس إنذار للأمهات والآباء والحكومات. تحليل جديد أجراه باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي بالتعاون مع اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية أوضح أن واحداً من أصل سبعة رضع يولد بوزن منخفض ما يعادل أقل من 2.5 كيلوغرام، أي حوالي 20 مليون رضيع في العالم سنوياً. الدراسة التي تم نشرها في مجلة ذلانسة الطبية شملت 148 دولة و281 مليون ولادة وخلصت إلى أن ما يقرب من ثلاثة أربع هؤلاء الرضع ولدوا في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتصلت النتائج الضوء على الحاجة الملحة إلى فهم ومعالجة الدوافع الرئيسية لانخفاض الوزن عند الولادة. بما في ذلك عمر الأم والحمل المتعدد ومضاعفات الولادة وإن كانت الأم مصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وأيضاً الحالة الغذائية. كما يعد تلوث الهواء في الأماكن المغلقة والتدخين من أبرز العوامل لانخفاض وزن المولود. وتأتي مضاعفات الوزن المنخفض عند الولادة لاحقاً في حياة الطفل حيث يصبح أكثر عرضة للتأخر في تطور المعرف والجسماني والإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. رشخيات العربية ترجمة نانسي قنقر